لدي مشكلة مع القراءة الجهرية يعني القراءة الجهرية لمن لا يعرف هي القراءة بصوت مرتفع كل إنسان قد يشعر بالخجل الخجل هو العائق الأول الصعوبة الأولى الخجل يعني الإنسان يشعر أنه إذا قرأ بصوت مرتفع سيقع بأخطاء وهذه الأخطاء ربما إذا سمعه أحدهم يخطئ بها فإنه سيضحك من أخطائه أول حل لكي تستطيع أن تقرأ قراءة جهرية ودون أن تجد صعوبة أو كي تستمر في التعلم على القراءة الجهرية أن تزيل الخوف والخجل يجب أن لا تفكر ماذا سيقول الآخر لا تفكر بالقواعد اقرأ بعض الناس يجدون صعوبة في القراءة لأنهم يريدون أن يعربوا كل ما يقرؤون فعندها يتأخرون بالقراءة الجهرية يعني مثلا إذا وجد هذه الجملة أريد أن أذهب إلى السوق فيقول أريد أن حرف ناصب أذهب 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 أريد أن أذهب لأن حرف ناصب تأخذ وقت هكذا تتأخر في القراءة تتأخر لكن اقرأ ثورا أريد أن أذهب حتى لو ظهرت معك خطأ يعني حتى لو أخطأت هي ليست كفرا أنت تتعلم فإذا وقعت بأخطاء من لا يخطئ لا يتعلم من لا يخطئ لا يتعلم فعليك أن تقرأ بصوت مرتفع دون خوف ودون التفكير دائما بالقواعد عليك أن لا تفكر أن لا تفكر لا تفكر بالقواعد وأنت تقرأ ثانيا أو ثالثا اقرأ وحدك اقرأ وحدك حاول أن تتدرب مثلا على نص تريد أن تقرأه مثلا في المدرسة أو في الجامعة أو أمام أصدقائك اقرأه في البيت وحدك تدرب عليه جيدا واقرأ بصوت مرتفع وسجل صوتك بعد أن تسجل ما تقرأ من فقرة أو نص تعيد الاستماع لنفسك ثم تقرأ مرة ثانية وثالثة وهكذا حتى ينطلق لسانك الأمر الثاني إذا كنت تخجل من القراءة أمام الناس فابدأ بالقراءة أمام أهلك أمام أخيك أمام أختك أمام أبيك أمام أمك أو أمام الصديق المقرب منك الذي لا يضحك ويكون همه أن تنجح في القراءة لأن القراءة الجهرية هي نوع من فنون الأداء الصوتي ما معنى الأداء الصوتي؟ يعني أنت تؤدي هذا الشيء بالمعنى هذا معنى الأداء الصوتي يعني الاستفهام استفهام النداء نداء التعجب تعجب هذا هو الأداء الصوتي الذي يسمى فن الأداء الصوتي إذن لا تخجل لا تفكر بالقواعد وأنت تقرأ سجل لنفسك اقرأ أمام المقربين منك واعرف أنك تمارس فنا من الفنون